تحياتي للجميع معكم باسم ميديا ستار جروب بدرس جديد من دروس طبقات عملية ببرنامج برمير درسنا اليوم يا شباب يا صبايا درس مهم وعملي كثير كثير انا اعلمتكم كثير شغلات بس في شغلة كان ضرورية لازم يكون عليها وهي نحن الطريقة منحفظ فيها الافكتات المنطبقة او التأثيرات المنطبقة على فيديو معين منشان نحن بدقطة زر واحدين طبقة على اي فيديو تاني في المستقبل ونضطر نعيد نفس الخطوات مرة تانية ونضيع وقت فدرسنا اليوم سيكون كيف نحن نطبق تأثير ونحفظه ونطبقه على تأثير او على فيديو تاني بمونتاج تاني او بشغل تاني فراح بلش انا معكم اليوم يا شباب يا صبايا انا اخذ ادجاستمنت لايار متل ما تعرفوا المتابعين معي بحب الشغل دائما على ادجاستمنت لايار فانا رح اعمل هنا تعديلات لونية على هذا الفيديو الادامي هون وراح احفظها لطبقة اصير بشكل دائم على فيديوهات اخرى فانا رح اجي فورا رح اروح على الكرياتيف رح اخذ انا من حفلاتي الرجازة بالبريمير فراح شوف لي شي تأثير معين مثلا هذا التأثير انا من هنا يشوفوا اللبو من هون شايفين والتأثير اللي بيعجبني انا فيني مباشرة اضغط بضغطه هون فبياخدوه فخلوني شوشي تأثير هيك يعجبني مثلا فانا هذا التأثير هيك الغامع عجبني رح ااخدوه بضغطه بحدي شايفين فانا عطيت هذا التأثير الحلو هون فخلوني يشوف انا كيف بدي اعدل عليه فانا ممكن اروح البيسيك كوريكشن اجي لهون اعطي شوية تأثير exposure زيادة contrast خففون رح اقطي انا black زيادة شوي تمام فاخدوه نشوف كيف كان قبل كيف صار بعد شايفين الفرق التأثير كيف صار بعد ما انا طبقت هالتأثيرات هيدا كيف فرق الفيديو معي فانا عملت هذا التأثير يا شباب يا صبايا وجميل وحبيته فانا حابب انه استفيد منه وطبقه على فيديوهات تانية الوقت اللي بدي ما ارجع عيد مثلا كل المراحل فانا بيجي هون على effect control يا شباب يا صبايا بيجي على الفلتر اللي مطبقه اللي هو limit regular متل ما شايفين فانا بضغط بالزر اليميني هون باطي save preset تمام فتطلالي هيدا القائمة هيا رح سميه مثلا my color set my color set تمام فانا هون عندي هالخيارات التلاتة الشايفين يا شباب يا صبايا خيارات كتير كتير مهمة شو معنات هالخيارات هلا عندي scale والانكر عندي انكر to in point وعندي انكر to out point بشكل عام انا scale معناتها بتطبق لي هذا التأثير على كامل الفيديو تمام يا شباب يا صبايا يعني هلا لما احفظوا خاطت خيار scale فمعناتها انه يما بما اطبقت هالتأثير اللوني يبيشي على كامل الفيديو هلنا الanchor to in point والanchor to out point هذا بشكل عام لما انا كون عامل تأثير تأثير لا اوديو تأثير اوديو الأنا فانا بختار هالخيارات ليش لما انا عامل تأثير اوديو مثلا بدي انا على كل نهاية اوديو مثلا نكون عامل تخفيف للصوت بشكل تدريجي وخاطط انا مجهزون فانا بحفظ التأثير الصوتي فانا بحط له فمعناته انا وقت اطبق التأثير الصوتي على اي ملف صوتي فبيجي بتطبق على بداية ملف الصوتي لما احفظه على نهاية التأثير الصوتي احفظه على تأثير الصوتي وانا اعطي اوكي تماما وانا اذهب الى فيديو ثاني هون تماما يا شباب يا صبايا عندي هذا الفيديو انا اللي في هذا الفيديو السيارات تماما فانا راح اجي لحتى استخدم الست اللي انا عملت وشبا عمنا بروح الافيكس تماما في هون البرسيت شايفيننا لما انا افتحها شايفين بتلاقوا الماي كالر سيت محطوطة هون مباشرة يعني انا اي شي بحفظه بالبرسيت اي تأثيرات بحفظها تنزل بالافيكس بالبرسيت هون هلا انت مثلا هون عندك اياها بالبرسيت لك هو هون في انك مثلا مثل انت تعمل مثلا فولدر شايفين فايفوريت او تسميه مثلا مثلا تأثيراتي الخاصة انا هاي بمسلا بسمي تأثيراتي الخاصة شايفين بسحب انا هذا هيك بحطه هون فشايفين انا صار عندي هذا هلا موجود البرسيت وموجود انا عندي بتأثيراتي الخاصة فانا همتما اجيت على هذا الفولدر قد ما بكون حافظ افكس انا كل هذا بتجيب البرسيت بحطه هون انا مشان يكون دائما عندي مجلة خاصة اللي انا خافظ في التأثيرات تبعيتي فهلا انا مثلا اجيت له هون شايفين عندي هاي السيارة فانا راح اجي على الافيكس شايفين يا بسحبوا منهم فورا يا اما بروح على تأثيراتي الخاصة سوف أخذو انا ونسحبو لهم شايفين شايفين كيف مباشرة صار لون الفيديوهات تبع السيارات شايفين كيف مباشرة صار بهاللون هذا هذا فانا اماني قوط لصوت شايفين هلا اذا انا برجاء بعمل له اخفاء مؤقت شايفين حتى اسمه مايكل ارسيت اذا انا بعمل له اخفاء مؤقت شايفين كيف قبل شايفين كيف بعد فهي الطريقة يا شباب يا صبايا تير سهلة و تير ظريفة خلوني بس اعمل هيك تطبيق سريع انا على اعمل تأثير على هذا الصوت تمام هيا خلونا شو كيف نحن نحفظو مسلا راح ايجي انا لاخرته لهذا الفيديو هون بدي اعمل له فايد وهو موسيقى انا لتنبغوه سامعين فانا راح ايجي على اخرته هون راح اروح مسلا على الفولياو شايفين فانا عندي الليفل هون تمام فانا راح ايجي حط مسلا كيفريم هون تمام عند هذا الكيفريم مسلا انا راح ايجي انزل الا راح نزيل مثلا الصوت راح اجيل هون افضل ما راح لعبي اهي بدي خط انا اه كيفرام جديد راح اجيل هون مسلا راح نزيل تماما نائس عشرة راح اجي بعد هون مسلا بشوي راح نزيل هون يا مسلا شايفين نزلت على نائس 1287 فشايفين انا كيف عملت هالتدرج الصوتي اخر شي شايفين فانا هلا مسلا بدي اجي عند هذا تدرج الصوتي انا دائما مسلا بكل فيديو دائما بنهي الموسيقى بهالشكل فانا بدان ما اجي كل مرة بدي حطي فريم هون و بدي نزيل و بدي اعمل هالشي هلا بدي اجي هلا هون على الفوليوم بحط انا سايف بريسيت تمام شايفين فانا راح عمله انكر تو اوت بوينت يعني شو يعني هذا انا بطبقه بتطبع على نهاية كل مقطع صوتي فراح سمي انا مسلا ساوند ساوند فايت تمام راح اطي اوكي انا هلا فانا راح روح الى الافيك متل ما شايفين فانزل ساوند افيك اذا بتنتبهوا عندي انتو يعني الفيديو تأسيرات الفيديو عليا اشارة متل فيلم متل اشارة فيلم الكنار القديم شايفين تأسيرات الصوت عليا متل اشارة مكبر صوت يعني فانتو كشي بتشوفوا عليا متل اشارة مكبر صوت فهي تأسيرات صوتية وبتشوفوا عليا اشارة فيلم فهي تأسيرات على الفيديو تمام يا شباب يا صبايا فانا فأنا عندي نهاية هذا الفيديو هون موسيقى هاتلا نشوف شو عم يحكي شايفين هلا اذا اشي طبقتوا لهذا الساوند افكت هون اللي عملته انا الساوند فيه شايفين اذا انا بكبر هون شايفين كيف اجا اطبع على نهاية هذا التأثير الصوتي شايفين شايفين هلا انا عبداية التأثير الصوتي ما في شي طبع عن نهاية ليش او حفظتو حفظتو انكر تو اوت بوينت تمام مثل ما ادلكن يعني فانا وقت بيجي بالتأثيرات عرجاء اعمل هيك ايه هذا هو مسلا شايفين فانا اخدت تخيار انكر تو اوت بوينت فمعناتها التطبيق هذا او هالتأثير تطبق ليها على نهاية التأثير الصوتي اللي انا بديها لو انا هحتيت انكر تو اين بوينت وطبقتوا على هادا التأثير الصوتي كان طبع على البداية تمام يا شباب يا صبايا فهي شكل حلوة والسكيل لما تكون عندكم تأثيرات فيديو بشكل اهم فانت بتطبق على كل الفيديو فهذا هو درسنا اليوم يا شباب يا صبايا متل ما شايفين درس تير حلو ممتع و تير مفيد فانتو هلا اي تأثيرات تشتغلوها على فيديو معين مثلا تأثيرات لونية مميزة وحابين طبقوها على اكتر من فيديو او يصير ستايل خاص فيكم انو انت كمونتير مثلا عندك هالستايل اللوني المميز الخاص فيك فانتو لما تطبقون التأثيرات اللونية والصوتية بتعملها سيف ببريسات خاص فيها بتحطها عندها بتصير اي فيديو بتجيبوه مباشرة تسحب التأثير و بتطبق عليه بتصير امورك ممتازة بتوفر وقت وبتوفر عليك حتى انو كمان تخليك تخط نفس التأثيرات اللي بدك اياها بدون اي تعديل نهائيا يعني فهيك درسنا اليوم بكون خلاص يا شباب يا صبايا بتمنى يكون عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر التنبيهات اذا انتجكم هالدروس وتشاركوه مع رفعاتكم مهتمين بهالمجال كمان مشان توصل معرفة الكبير عدد من الناس بشوفكم بدرس قادم انا من دروس المونتاج والأفتر الفيس من هذا الوقت اتمنى لكم كل خير وسلامة يعطيكم الف عافية وسلامات للجميع